أهلا بكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات من المتابعي ومتابعات برنامج أقوال النبوة وبرحب بحضراتكم وحضرتكم في بداية حلقة جديدة من البرنامج موضوع الحلقة الحالية هي الحلقة رقم 11 من سلسلة الردود على اعتراضات الملك الألفي ورابع حلقة اللي بتدور حوالين قضية تقييد الشيطان هنبدأ الحلقة بارية النص الأساسي الخاص بنبوة تقييد الشيطان اللي موجودة في رؤية 20 يقول روح القدس على لسان يوحن الحبيب ورأيت ملاكا ناذلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وترحاه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا في الحقيقة الحلقة الحالية هي حلقة خاصة جدا لأنها بترد على مجموعة كبيرة من الأسئلة بتدور حوالين فكرة أو نظرية اللي بيرفضوا الملك الألفي بصراحة اخترعوها يعني اخترعوها دي مش إهانة لأنها ما كانتش موجودة قبل كده لا في الكتاب المقدس ولا في التفاسير ولا في كتابات الأباء لأنهم لما بدأوا يتكلموا يقولوا الشيطان مقيد بالفعل وبالتالي الملك الألفي بدأ بالفعل لما بدأوا يقولوا كده بقى فيه ناس بدأت تسألهم هم كتبوا في كتاباتهم بيسألونا وبيقولونا لو كان الشيطان مقيد فلماذا؟ طبعا الواقع الحالي بيشهد أن الشيطان غير مقيد فاضطروا يعملوا نظريات النظريات يحاولوا بيها يحلوا المشكلة دي يحفظوا على الاعتراض الكبير أن الملك قد بدأ لأن تقييد الشيطان قد تم في القديم وفي نفس الوقت يقدروا يتعاملوا مع اعتراضات وأسئلة الناس المشكلة أن النظريات دي هم حولوها إلى تعليم وتعليم كتابي هنا بقى إحنا هنتر نحاول الحلقة دي هنناقش تلك النظريات وأنا عندي تلات نظريات واحدة كبيرة جدا واثنين صغيرين يعني فغالبا تلتين الحلقة هيبقى في النظرية الأولى والتلت التالت هيبقى على النظريتين التانية والتالتة في النظرات التلاتة دي في نظرية بتقول أن الشيطان مقيد ولكن مقيد في وظيفته جزئيا هو صاحب النظرية أنا هقرأ دلوقتي وأقول معلم كبير يعني قال إن الشيطان عامل زي الموظف اللي مش عارف يتشتغل بحريته مقيد في وظيفته هو ده قال كده بالحرف وهنا علشان يطور النظرية دي قال أفكار كتيرة هنتطر بقى نقشها في ضوء الكتاب المقدس وهو قد نلجأ إلى تعليم الأباء لو الوقت بيسمح لنا الفكرة التانية جات في كتاب أو في تعليم معلم آخر من معلم الكنيسة بتقول إن الشيطان مقيد في سلطانه وليس في طبعه يعني فكوا الشيطان إيه الطبع والسلطان يعني هنناقش دي بسرعة برضو والفكرة التالتة هي فكرة شعبية اختراحها برضو أحد الأباء وانتشرت وبقيت فكرة شعبية إن الشيطان مقيد بس بسلسلة طويلة شوية فبيقدر يتحرك لكن السلسلة يعني نظرية السلسلة أكيد حضراتك سمتها تعيب طيب نروح مباشرة دلوقتي إلى النظرية الأولى علشان وقتنا وهي أن الشيطان تقييد الشيطان لا يلغي عمله أحد المعلمين الكبار جدا في كتاب لي اسمه كتاب اللهوت المقارن عامل فصل عن الملك الألفي في إطار الرد على الملك الألفي كل كلام ده علشان قطر ينسفه الملك الألفي كاتب تقييد الشيطان لا تعني إبادته أو إلغاء عمله إنما تعني أنه ليس في حريته الأولى مثلا خليب لكم بقى المثل ده هو اللي بيوضح نقول أنه موظفا مقيد في وظيفته فهذا يعني أنه يعمل ولكن ليس في حريته إنما عليه قيود في عمله وعدم حرية الشيطان عبر عنها بعبارة عبر عنها بعبارة سجنه وتقييده فهو بلا شك ليس في الحرية التي كانت له قبل فداء المسيح للبشرية وكتب جملة خطيرة قال أعني الفترة التي قيل عنه فيها أنه رئيس هذا العالم يوحنا 16 ده المصدر اللي أنا قريت منه صفحة 118 من كتاب اللهوت المقارن طبعة الخمسة الجزء الأول طبعة الخمسة اللي نشرته الكلية الكريكية الأخباط الأرثيزوكسة بعد ذلك بيخصص الكتاب صفحتين كاملتين يعني صفحة 119 و120 صفحتين بيعمل بقى بيأد بيحاول يقدم أدلة على أن كلامه ده صح صفحتين كاملين علشان يزبط أن النظرية ده صح وكما تعودت أقول أن هذا وإحنا هنناقش كل كلام ده للأسف كما تعودت أقول أن كل ده كلام ليس له علاقة بكلمة الله أنا مش بقول صح وأنا غلط دلوقتي أنا بقول بس ملوش علاقة بكلمة الله ولا نعرف ما هو مصدر هذا التعليم يعني الفكرة دي والنظرية دي والتعليم ده مصدره إيه ما نعرفش يعني ما لينهوش في كتابات الأباء بالتأكيد ليست له علاقة بالكتاب المقدس فمن الواضح والجلي أنها مجرد محاولة عقلانية من هذا الكاتب والأب الكبير للتهرب من الإيمان بما يعلمنا إياه الكتاب المقدس بشكل واضح إن فيه في نهاية الأيام تقييد للشيطان في بدايات الملك الألفي إذن لا توجد أي آية كتابية ولا حتى إشارة كتابية بشكل غير مباشر حتى لو كانت من غير مباشر يعني تؤيد هذا التعليم لا يوجد في الكتاب المقدس أي شيء يمكن أن نفهم منه أن الشيطان حاليا مقيد يعمل ولكنه غير حر في وظيفته ده كلام كلام يعني أنا كنت أتمنى طبعا أنه كل ما يتم تعليمه يكون موسق كتابيا أو على الأقل متأصل كتابيا وحتى لو تأملنا فيما قاله الكاتب أو فيما كتبه في ثلاث صفحات فهناك الكثير والكثير جدا ممكن نقشه في ضوء الكتاب المقدس ونرد عليه من تفاصيل وأهم ردودنا هتكون حوالين أربع نقاط أساسية جات في كلام المؤلف يعني هو عشان يبني النظرية دي في أربع أفكار ألها ردنا على هذه النقاط تهدم تماما هذه النظرية أو هذا الاعتراض على الملك الألف وعلى تقييد الشيطان في نهاية الأيام إيه هم الأربعة دولار؟ واحد المؤلف قال أن تقييد الشيطان لا يعني إلغاء عمله قال كده قال لا يعني إلغاء عمله الحاجة التانية قوله أن تقييد الشيطان زيه زي الموظف المقيد في عمله يعمل ولكن مش بحرية ثلاثة قول المؤلف أن الشيطان حاليا بعد الصليب ليس رئيسا لهذا العالم ختم كده الفقرة الأولى قال أعني الشيطان حاليا مش زي شيطان زمان مش زي الشيطان زمان أعني مش زي لما كان رئيس هذا العالم هو لم يصبح رئيس هذا العالم طيب هو لازم يحاول يثبت النظرية بتعبيرات كتابية فعندنا هنا بقى مشكلة رابعا مناقشة ما يعتبره الكاتب أنه أدلة هو قال أنا عندي دليلين وإحنا هنناقش هؤلاء الدليلين الكتابيين اللي هو ذكرهم طيب تعالوا نروح مع بعض للنقطة الأولى يقول الكاتب حرفيا نحطه تاني على الشاشة تقييد الشيطان لا تعني إبادته أو إلغاء عمله إنما تعني أنه ليس في حريته الأولى نعم تقييد الشيطان لا يعني إبادته يعني اللي ما قاله ولا يعني إبادته أطبعا تقييد الشيطان لا يعني إبادته وإحنا بنؤمن بكده والكتاب المقدس قال كده إن بعد التقييد بألف سنة هيتم حل وبعد كده إلقاءه في البحيرة وإلقاءه في البحيرة ده مش إبادة يعني بحسب تعريف كلمة إبادة يعني وهو عقوبة أبادية يعني فطبعا محدش قال خالص أن تقييد الشيطان هو إبادته نهاية الشيطان تكون عندما يترحه الرب في بحيرة النار ولكن اللي إحنا شايفينه مخالف للتعليم الكتابي هو النصف الأول لما قال إن تقييد الشيطان لا يعني إلغاء عمله فهذا تعليم يتعارض ويتناقض مع تعليم الكتاب المقدس هذا يتعارض مع النص المباشر للكتاب المقدس تركيزنا هنا سيكون على عمل الشيطان عمل الشيطان طبعا أنا يعني هرجع للقضية لنقطتين في نقطة تفصيلية ونقطة سريعة النقطة السريعة إن النبوة بتاعة تقييد الشيطان في رؤية عشرين بتقول علشان ما يعملش علشان ما يعملش إذن ما نقدرش نقول أن تقييد الشيطان لا يعني إلغاء عمله لا تقييد الشيطان يعني إلغاء عمله تعالي بقى نبص عليها بالتفصيل شوية من الكتاب المقدس نسأل سؤال بس مبدأ الأول وهو إيه هو عمل الشيطان يعني لما الكاتب ده قال إن تقييد الشيطان لا يعني إلغاء عمله طيب نسأل طبعا إيه هو عمل الشيطان عمل الشيطان معبر عنه في الكتاب المقدس أنه المضل الشيطان هو الذي يضل العالم هو منبع الضلالات في العالم من أجمل أقوى للقديس العظيم الأنبى أنتونيوس القول اللي كتبه لنا القديس البابا أسانيسيوس الرسولي اللي هو اللي كتب لنا سيرة الأنبى أنتونيوس قال لنحتقر الشيطان المضل المضل أكثر فأكثر كان ده موجود في نايسين نايسين في السيلة التانية في فوليوم أربعة وأحط لحضراتكم الصفحة على الشاشة اللي فيها حياة البابا القديس أنتونيوس اللي كتبها البابا أسانيسيوس المهم الشيطان عمله ايه زي ما قالينا الأنبى أنتونيوس زي ما بقوله الكتاب المضل ونيافة الأنبى غريغوليوس أسقه في البحث العلمي كاتب في أحد كتبه بيقول لعلى من بعض أعمال الشيطان الكثيرة مع الناس السعي لإضلالهم وتضلي لهم وإفساد أفكارهم يعني الشيطان ايه شغلة الشيطان شغلة الشيطان هو أن يضل البشر كلام بتاع الأنبى غريغوليوس موجود في المجلة 19 من الموسوعة صفحة 214 و215 وأنا حاطت البيانات على الشاشة في الكتاب المقدس بيسمى الشيطان بتعبير اسم الشيطان بسبب عمله يسميه الكتاب المقدس روح الضلال بنرد وبندرس يعني في نفس الوقت بنحاول كل كلام نقولنا وتبقى فرصة كمان ندرس الكتاب يعني ونفرح بالكتاب ونجبع بما جاء في الكتاب اسمه كده روح الضلال لأن الروح القدس اللي هو العدو الكبير بتاع الشيطان في العالم اسمه روح الحق فروح الحق عكس روح الضلال القدس يحنى الحبيب في رسالته الأولى قال نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا ومن هذا نعرف روح الحق وروح الضلال من روح الحق وروح الضلال الروح القدس هو روح الحق روح الحق المعزي وروح الضلال هو إبليس كلام ده موجود في يحنى الأولى 4-6 كلمة الضلال المستخدمة هنا في العربي كلمة دقيقة لانها كلمة هي بترجم كلمة يوناني بلاني بلاني باليوناني يعني ايه يوناني اللي هو الضلال بلاني جاية من الفعل بلاناو طب بلاناو ده يعني يضل وموجود في الكتاب بمعنى أن يضل بلاناو بس من فضلكم ركزوا معايا شوية بقى انا عارف الترجمة دقيقة بس عايز اقول لكم حاجة من اليوناني شوية بلاناو يعني يضل في اليوناني والشيطان هو روح الضلال باليوناني بنيوماتيس بلانيس الشيطان كده اسمه روح الضلال بنيوماتيس بلانيس وليس هذا فقط بل في احدى المناسبات وكانت عن طرح الشيطان الى الارض لما سقط قديمة وصف الكتاب الشيطان فقال فطرح التنين ده مش موضوع التقييد خالص ده بيوصف حكاية كده طرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو ابليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح الى الارض وطرحت معه ملائكته اذا بحسب وصف الروح القدس ابليس مش كل شيطان هو الذي يضل العالم كله معرفش كنتم مركزين معايا حضراتكم ولا اوكي طرح التنين طرح التنين خلي بالكم هحوط تاني الاية الاية بتاعت رؤية 12 9 لان في ناس كتير مش عارف عن فرق بين ابليس وبقى الشياطين ابنبص على الاية دي طرح التنين العظيم احنا عارفين طبعا مين التنين العظيم ابليس عندنا كزا اية بتقول ان التنين العظيم ده هو ابليس اللي هو مين اللي هو الحية القديمة اللي بنسميه ايه ابليس اظن اهو يبل تنين الحية القديمة اللي اسمه ابليس اللي بنسميه الشيطان بالف ولام اللي شغلته ايه خلي بالحضراتكم بعد ده كلام مهم لان الارواح الشريرة عندها شغلانات كتير هو ده بقى الرئيس ليه شغلانة واحدة اساسية ايه هي يضل العالم كله يضل العالم كله بعد كده الكتاب يقول ان ايه ابليس ده اللي بيضل العالم كله طرح على الارض ومعاه مين ملائكاته طب وهي ملائكاته دي مش بتضل العالم كله لا هي ليه اعمال اخرى ليه اعمال اخرى ولكن العمل الاساسي الكبير اللي بيشمل كل حاجة الشكاية والغواية يعني مش عايز اتكلم يعني ما عنديش وقت اتكلم بالتفصيل عن اعمال ابليس لكن بلا شك ومملكة ابليس ان ابليس بيتميز لوحده كده ان دي شغلته شغلته انه يضل العالم كله وعلشان نكون متأكدين تعالوا نروح لليوناني بتاع رؤيا اتناشر صح؟ هتلاقوا الفعل المكتوب يضل هنا هو بلا ناو يعني انا هو اتأكدنا ايزا بالتأكيد عمل ابليس هو بلا ناو للناس بيضل الناس نروح للناو دلوقتي بقى الى نبوة الكتاب عن تقييد الشيطان اللي بتقول بكل وضوح حفظينها بقى فقبض الملاك على التنين الحية القديمة الذي هو ابليس والشيطان اللي بيضل العالم كله وقيدوا الف سنة وطرحوا في الهوية واغلق عليه علشان ايه ليه هيتم تقييد الشيطان الروح القدس بيقولك هو بغض النظر على امتى يعني سواء قديما او حديثا الاية بتقول التقييد ده ليه علشان ما يشتغل شئ علشان عمله يقف عمله اه لكي لا يضل الأمم فيما بعد طب احنا هدينا موسقين ان تضليل الأمم واضلال الأمم هو عمل ابليس وحتى نكون متاكدين تعالوا نروح لدقة الترجمة العربية ونروح لليوناني بتاع رؤية عشرين هنلاقي نفس الفعل بلا نهو واسقت كده هي نفس الحاجة اي ان هدف او نتيجة تقييد الشيطان هي الغاء عمل الشيطان اللي هو الغاء عملية الضلال والتضليل اي ان هدف ونتيجة تقييد ابليس بصراحة هي الغاء عمله وهذا يتعارض نصا مع علمنا اياه هذا الكاتب العظيم والأب الكبير في كتاب اللاهوت المقارن لما قال ان هدف ابليس مش الغاء عمل ما احنا هنتنازل بقى ما احنا عايزين لازم نعمل تقييد في الماضي علشان نهرب من قضية معينة شوفوا وصلنا فين وصلنا فين بدأنا بقى نخبط في تعليم الكتابين اتنين يبقى دي اول حاجة اتنين عندما حاول الكاتب ان يشرح وجهة نظره بمثال احنا قلنا اول نقطة بتاع الغاء عمله ثاني نقطة المثال بتاع الموظف اللي مقيد في عمله لما يجي يشرح بمثال استعانى بمثال مختلف تماما لا يعبر عن حالة تقييد الشيطان قال ايه قال مثال نقول ان موظفا مقيد في وظيفته هذا مثل غير دقيق ولا ينطبق على تقييد الشيطان الكتاب في سفر الرؤية تحدث عن تقييد الشيطان ككل ككل مش تقييد حاجة في الشيطان عشان كده في حلقة سابقة انا شرحت لحضراتكم الفرق بين تقييد الشيطان وان الرب فرق بين تقييد الرب للشيطان وتقييد الشيطان للبشر الشيطان بيقيد جزئيا عضو واحد لسان الاعقد ظهر المرأة المنحنية عقل الرجل المخطوف لكن الله عندما يقيد يقيد كل الكيان الشيطان ما يعرفش يعمل تقييد الله كامل وتام وشامل عشان كده سيقيد الشيطان مش يقيد حاجة في الشيطان الأنب العظيم اللي كتب الكتاب ده قال مقيد في وظيفته طب هو باقي الشيطان لا مش مقيد ما هو ما يدارش يقول مقيد فهنا هتشوفها بدأت يخبط فيه او بدأ يتناقض او يتعارض مع بعض التعليم اللي احنا نفهمها عن التقييد يقول الكتاب انه قبض على التنين الحية القديمة وقيده الف سنة مش قيد وظيفته ما هو في فرق كبير جدا واخنا درسناها قبل كده عشان كده درسنا يعني ايه التقييد ادينا خدنا حوالي عشر دقائق ولا خمستاشر دقائق ندرس ما هو التقييد ده موضوع مهم مهم لحياتنا بغض النظر عن الملك الألفي مهم لخدمتنا صراعنا مع مع الشيطان وفات القيود وكل كلام ده كلام ده أساسي في عملنا وفي نمونا الروح لازم نكون مدركينه كويس جدا جدا وقد سبق وشرحنا طيب فيه نقطة تالتة بس انا هستازنكم يعني احنا قلنا عندي تلت ملاحظات المراحظة الأولى عن اللي قالوا بالنسبة الغاء عملوا والتاني عن المثل فيه النقطة التالتة ولكن نستأذر حضراتكم في فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم بعد الفاصل وحضراتكم أهلا بكل أحباي وعزيزاتي المشاهدين والمشاهدات يقول المؤلف أيضا في كتابه اللهوت المقارن وهو يحاول أن ينفي حدوث الملك الألفي عن طريق القول أن التقييد تم في الماضي مش في المستقبل كتب بيقول وعدم حرية الشيطان عبر عنها أو عبر عنها بعبارة سجنه فهو بلا شك ليس في الحرية التي كانت له قبل فداء المسيح للبشرية أعن الفترة التي قيل عنه فيها أنه رئيس هذا العالم ينادي المؤلف هنا باب نظرية غريبة جدا تتعارض مع الكتاب المقدس ومع تعليم الأباء يرى المؤلف أن الشيطان قديما كان رئيس هذا العالم وحاليا ليس برئيس هذا العالم يعني الشيطان دلوقتي مش رئيس مقيد بقى ما يباش رئيس هذا العالم دي النتيجة دي النتيجة يا إخوة كما يرى المؤلف أنه على الصليب تم تقييد الشيطان وتم حبسه أنا معرفش زي تم حبس الشيطان على الصليب وبالتالي لم يعد رئيس هذا العالم لأنه انتهى كل شيء على الصليب أي أنه حسب تعليم مؤلف كتاب اللهوت المقارن فإن فقدان الشيطان لقب رئيس هذا العالم حدث بسبب الصليب وهذا دليل على أنه قد تم تقييده مرة أخرى أندهش من هذا التعليم الغير كتابي والتعليم الغير أبائي من أين جاء المؤلف بفكرة أن الشيطان لم يعد رئيس هذا العالم الشيطان ما يزال رئيس هذا العالم بحسب تعليم الكتاب المقدس حديث الرب يسوع لما قال رئيس هذا العالم يعني اللقب ده الرب يسوع اللي قاله قاله ثلاث مرات في ثلاث مناسبات ما عليش بقى لازم احنا لازم ندرس يعني احنا مش بنقول كلام مرسل وخلاص غيرنا بيقول كلام مرسل وخلاص بدون أي شرح احنا بقى نتقق فيه ونستفيد ونتعلم ونخرج جدد واعتقاء الرب يسوع قال عن الشيطان انه رئيس هذا العالم ثلاث مرات مرة في يحنى 12 ومرة في يحنى 14 ومنرة في يحنى 16 سهلة نفتكر يحنى 12 14 16 كل صحيحين في يحنى 12 قال الان دينونة هذا العالم الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا كنا درسنا هذا النص في الحلقة اللي فاتي في يحنى 14 في شيء رئيس هذا العالم في يحنى 16 قال واما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قد دينا قد حكم عليه وشرحناها المرة اللي فاتي حتى بعد الصليب وحتى اليوم ماذا للشيطان هو رئيس هذا العالم طب بنجيب الكلام ده منين من ايتين كتابيتين تعلمنا هذا اذا انا عندي ايتين بيتعرضوا مع ما جاء في كتاب اللهوت المقارن اول اية في افاسو الستة خلي بقى لحضراتكم بقى ندرس بقى احنا من هو الشيطان بالنسبة للعالم حاليا افاسو الستة اتناشر اية الشهيرة جدا اللي انا هرجع لها كتير وكتير 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 لانها اية مهمة فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع الصلاطين مع ولاتي العالم على ظلمة هذا الظهر مع اجناد الشر الروحية في السماويات معركنا مش مع بشر معركنا مع ابليس وقواته بالطبع رسالة افاسوس تتحدث عن الوضع اللاهوتي الحالي يعني رسالة افاسوس مش بتقول ده قديما ده بتقول مصارعتنا النهاردة رسالة افاسوس مش بتكلم قبل الصليب مش بتكلم عن العهد القديم مش بتتكلم على قبل خلقة العالم بتتكلم على النهاردة مصارعتنا اليوم ليست مع دم ولحم لا تتحدث عن الماضي فكيف تصف رسالة افاسوس الشيطان وقواته بتعبير ولاة العالم ولاة العالم ايوة ولاة العالم ندرس بقى الشيطان النهاردة اللي بيصارعنا النهاردة اسمه ولي العالم مش هو الواحده بقى دي العملية زاطت بقى كل الرئاسات بتاعت الشياطين بقيت ولاة العالم ولاة العالم ده تعبير يوناني مهم جدا ولاة العالم ده كلمة واحدة باليوناني كوزمو كراتوس كوزمو كراتوس ومن الواضح ومن الواضح ان كلمة كوزمو كراتوس من مقطعين هي كلمة واحدة مش كلمتين بس متكونة من مقطعين كوزمو كوزمو جاية من كوزمو العالم العالم الجميل الله بيرى العالم جميل احنا لما حد بتعمل عملية تجميل بتعمل كوزمتك يعني فيه او ادوات التجميل كوزمتكس يعني 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 العالم يعني حاجة جميلة جدا المهم فكوزمو يعني العالم دي مفهش شك طيب كراتيو كراتيو اللي جات منها كراتوس كراتيو كراتيو يعني يحكم يعني يحكم بقوة كراتوس فاكرين كلمة ديمقراطية ديموكراسي ديموس كراتوس يعني حكم الناس ديموس يعني الناس حكم الناس الديمقراطية يعني الناس يحكموا بعض ينتخب واحد يحكمهم مش فيه ملك يجي يحكمهم من بره لا لا الديمقراطية يعني حكم الناس ديموس كراتوس ديموس كراتوس كراتيو يعني يحكم ومش يحكم بس ويحكم بقوة بقوة اذا رسالة افاسوس بتقول لنا ان الشيطان النهاردة اللي بيتصارع معنا هو كوزمو كراتوس حاكم بيحكم العالم بقوة الحاكم القوي المسيطر على العالم بقوته وبالتأكيد لأن ده كوزمو كراتوس مش ديموس كراتوس يعني وبالتأكيد كلمة كراتيو كراتيو بتوصف رئاسة الشيطان حد يجي يقول لي آه بس هو ما قالش ده قالك مش رئيس لا كراتيو يعني رئيس بقوة يعني لو كانت كراتيو بقيت رئيسي بفقت حاجة لكن رئيس بقى كراتيو لا ده بقى بقوة أكتر يعني أنهي أقوى كراتيو ولا أرخن اللي هو رئيس هذا العالم لا طبعا كراتيو كراتيو يعني أرخن لا يوجد كراتيو غير لم يبقى أرخن ومعه قوة أصلي فيه أرخن ضعيف أرخن دي زي كلمة أرشي الأرش يعني الرئيس كلمة مليونانة بتاعة رئيس هذا العالم كلمة ممكن يبقى أرشي وضعيف لكن الشيطان ما بقى معادش أرشي ضعيف بقى قوي بقى قوي جدا بس احنا أقوى احنا أقوى خلي بالكم كراتيو المستخدمة الوصف الشيطان حاليا في رسالة أفاسوس هي كلمة أقوى جدا من أرخن المستخدمة في تعبير رئيس العالم بس هي نفس المعنى بس بقوة إذن الشيطان ما يزال رئيس هذا العالم ولم يفقد هذه المكانة ببساطة لأنه لم يتم تقييده وبالتالي لم يبدأ الملك الألفي هل تتذكرون أنا بالمناسبة يعني عشان عايز أفكركم بس انتوا فكرين الآب السماوي بنسميه البانتوكراتور حضن الآب البانتوكراتور بنترجم البانتوكراتور الخادر على كل شيء بس ده ترجمة مش دقيقة يعني الله الآب البانتوكراتور موجودة عشر مرات في العهد الجديد أنه كلمة واحدة بانتوكراتور بس بنترجمها القادر على كل شيء بانتوكراتور ليه أنا بفكركم بها لأن دي مقابل الشيطان الشيطان هو الكوزمو كراتور اللي هو اللي هو ولي العالم طب وربنا بقى ولي كل شيء يعني بانتوكراتور مش معناها القادر لا معناها الولي على كل لأن كراتو كراتو يعني يحكم إذا كان الشيطان كراتو فربنا كراتو بس دي الفرق بين ربنا وبين الشيطان الشيطان بيحكم العالم فقط طب وربنا الكون كله والوجود كله والعوالم كلها والماضي والحاضر والمستقبل فالشيطان هو كوزموكراتور وربنا هو بانتوكراتور يعني كل حاجة ده الفرق انا حايز بس ربط حاجات احنا عارفينها طبعا ايجي دلوقتي بيقول لي معادش رئيس هذا العالم جبت الكلام ده منين طيب انا قلت لحضراتكم عندنا ايتين في الكتاب المقدس نفهم منها ان الشيطان ماذا لا رئيس هذا العالم ومحدش قال ان الشيطان مش رئيس هذا العالم زي ما قال هذا المعلم الآية التانية موجودة في كرونسس تانية اربعة اربعة آية مهمة جدا يقول القديس بولس في كرونسس تانية الذين بيتكلم عن الاشرار بيتكلم عن الشر يعني بيقول الذين فيهم الى هذا الظهر خلي بالكم بالتعبير ده الى هذا الظهر أعمى أزناهان غير المؤمنين لألا تضيق لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله إله هذا الظهر أيوة الشيطان هو إله هذا الظهر النهاردة ولا قبل الصليف النهاردة يتكلم بولس الرسول في كرونس تانية عن اللي بيحصل دلوقتي اللي بيخلي في ناس لا تؤمن بإنارة إنجيل مجد المسيح بيقعن وإحنا عشايفين أناس كتير مهما كلمتهم عن المسيح بالعكس بتستفز فيهم تقط الشر ليه لأن إله هذا الظهر مسيطر على زهنهم يقول كده أعمى الزهن الزهن مخ بتاعهم أحب مش شايف مش فاهم مش عارف غير المؤمنين دول لألا تضيق لها هو لو تحرر زهنه سمع كلامي ببساطة كده آه هيضيق له إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله إذن ده الكلام ده عن النهاردة وليس عن القديم الإله الشيطان النهاردة هو إله هذا الظهر وإله هذا الظهر هو اللي بيحكم الإله هو الذي بيحكم والذي بيرأس لقب أقوى أهم من لقب رئيس هذا العالم وأقوى كمان من ولاة هذا العالم لقب إله هذا الظهر يعني الترجمة حرفية لهو سيوس سيوس يعني سيوس إله سيوس تو آيونوس تو تو يعني يعني العهد الحالي آيونوس ده وأنا هجي لها حالة تانية لأنا هكلمة مهمة الظهر يعني الزمن يعني عصر الإنجيل لأن الشيطان مش إله كل العصور لأنه هيجي بقى في الملك الألف العصر اللي جاي وتروح عليه هيتحبس لكن دلوقتي هذا هو وقته أن يكون ثيوس تو آيونوس إلى هذا الظهر تو تو إلى هذا الظهر بلا أي شك الروح القدس يستخدم مصطلح هو ثيوس هو ثيوس الإله أحسن حد يقول لي لا هو أصل الإله دي ممكن ما تبعيش دقيقة لأنه هو الشيطان لا نعم إله نعم هو مش إله حقيقي ولكنه مدعي إله ويعبد ويعبد والكتاب يقول أن كل آلهة الأمم شياطين كل الآلهة الأخرى كل إله مهما كان مهما كان اسمه غير الرب يسوع المخلص يهو الإله القدير هو شيطان يعني كل اللي اعنا شايفينهم دول بيعبدوا شياطين والكتاب المقدس بيقول عنهم أنهم آلهة لكنهم شياطين هو ثيوس اللقب الخاص بالله الإله الحقيقي المبارئ هذا الظهر لتعبير خليكم فاكرينه عشان أنا هاجله تاني هاجله تاني في حلقات أخرى في أسئلة كتيرة جدا هذا الظهر هو العصر بتاع الإنجيل هذا الظهر الحالي كلمة الظهر عيون بتاعني العالم وترجمت بالفعل بكلمة العالم في مواضع مختلفة العالم العالم اللي احنا عايشينه من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم عيون باليوناني ولا في الآتي يعني وفي عالم غير عالمنا آه يعني فيه ضهر غير ضهرنا يعني فيه زمن غير زمننا يعني فيه عصر الإنجيل وبعد كده فيه الملك الآل فيه مو راح تتغير جميع أباء الكنيسة الأوائل أكدوا هذا المعنى وترجموها بصيرة إله هذا العالم القديس إيرينيوس أسكفليون وترتليانوس يحنى ذهبي الفم أنا معنديش وقت بس كنت تعرض لحضراتكم بس أنا أقوله بالأسماء وثيؤدوريت وفوتيوس القديس أغسطينوس شخصيا القديس أغسطينوس شخصيا قال أنا همشي ورا رأي كل القدام هو اللي قال لنا كل القداماء قالوا أن إله هذا الظهر معناه إله هذا العالم اللي إحنا عايشينه النهاردة يطلق على الشيطان هنا اسم إله العالم ليس لأنه فعلا إله حقيقي ولكنه إله مزيف وبالتالي لا يمكن أن يكون الشيطان مقيد حاليا إذ يعمل بقوة حتى أنه أغضع العالم الشرير من حولنا أغضعه لسلطانه كحاكم ولي العالم ولسيادته الروحية فأصبحوا يعبدونه وبصوا على الأديات المختلفة يطوعون إرادته ينفذون تعاليمه وهم رعاياه المطيعون نكرر نفس النتيجة السابقة إذن إيه النتيجة اللي عادينا وصل لها؟ النتيجة أن الشيطان ماذا لا رئيس هذا العالم ولم يفقد هذه المكانة ببساطة لأنه لم يتم تقييده بعد وبالتالي لم يبدأ الملك الألفي بعد أباء الكنيسة كلهم كلهم أنا ما لقيتش ولا واحد من أباء الكنيسة مش موافع على أن الشيطان حاليا هو رئيس هذا العالم القديس يوحن يبيه الفم كتب بالحرف بيقول قول السيد المسيح لأن رئيس هذا العالم يعني به إبليس وقد دعاه الناس الأشرار بهذا الاسم ليس لأنه يرأس السماء والأرض وإنما لأنه يرأس الذين أسلموا زواتهم إليه عشان كده في ناس دلوقتي حاليا أسلموا زواتهم إليه ولا إبه هو رئيس هذا العالم القديس غسطينوس في تفسير إنجيل يوحنى في العزة 79 قال بمثل هذه الكلمات يشير إلى الشيطان كرئيس ليس على خلائق الله بل على الخطاه مدام في خطاه يبقى رئيس ليهم رئيس هو الشيطان هؤلاء الذين يشير إليهم هنا باسم هذا العالم وعندما يستخدم اسم العالم بمعنى شرير يشير السيد إلى محبي هذا العالم إذن الشيطان رئيس هذا العالم يعني رئيس الأشرار ده المصدر اللي أنا جبت منه كلمات القديس غسطينوس ومدام في أشرار بمازال الشيطان هو رئيس هذا العالم طيب نروح بقى النقطة جديدة أربعة يرى المؤلف أن لديه دليلان إحنا كده نقشناك ثلاث قضايا وبعد كده هننقش بقى إيه الجنف التكست نيجي بقى في الأدلة اللي هو أقدمها هو ألان عندي دليلين من التاريخ ومن الواقع بأثبت بهم أن الشيطان تم تقييده على الصليل وخصص المؤلف صفحة كاملة لكل دليل يعني حط لكل دليل صفحة كاملة عن ما لا يناقشها فيها تعالوا طيب نشوف إيه هم الدليلين دول الدليل أول انهيار مستوى الشر في العالم يقول حينما كان الشيطان في حريته أوقع العالم كله في الفساد وعبادة الأصنار صفحة 118 و 119 وقعد بقى يشرحها بالتفصيل يبقى ده بالنسبة له دليل أي أن مؤلف الكتاب بيعتقد أن العالم حاليا مفهوش فساد ولا عبادة أصنار هو بيقول لما كان الشيطان رئيس هذا العالم قدر يوقع العالم كله في الفساد وعبادة الأصنار ودلوقتي ده مش موجود بهو مش رئيس هذا العالم وبالتالي هو مقيد ده اللي كاتبه بالظبط في صفحة 118 و 119 ده أمر غريب بصراحة نحن مثلا وكهة نظرنا العكس أنا مثلا شايف أن الشر النهاردة أقسى وأعمق وأصعب كثيرا جدا من الشر اللي كان موجود في الماضي ده أنا شايف أن عبادة الأوسان بتزداد انتشار وقوة وتنوع ما الزمان كانت عبادة الأصنار بسيطة وصريحة النهاردة فيه أديان والناس بتتكلم عنها على أنها أديان حقيقية ويقولوا زياء زي المسيحية الشيطان شغال بأكثر قوة وعمق وبدل ما كانت مملكة واحدة زمان فيها عبادة أصنام بقت كل ممالك العالم بما فيها الممالك اللي فيها الكنيسة المسيحية بقوة الفساد دعبت أو تبقوا الفساد الفساد النهاردة يزداد ويتخذ صورا أصعب كثيرا الحقيقة هذا أمر إحنا ما نقدرش نحسمه لأنه هو ممكن يقول أنا شايف في العكس وأنا أقوله طب وأنا شايف في العكس فما عندناش دليل لأن ما عندناش معلومات علمية نقارم بها والحقيقة الأكبر أن الشر والفساد بيسود العالم عبر كل العصور ما نقدرش نقول أن في عصر ما كانش فيه شر وفساد لا يمكن لأي إنسان أن يدعي أن الشر حاليا أقل منه زمان وبصراحة ولا العكس كمان بس أنا لما قلت كده هو الكتب ما نقول العكس ما فيش دليل يعني دليل إيه الدليل ده وهو ده دليل طيب الدليل التاني قال الارتداد العام في المستقبل يقول كتاب اللهوت المقارن الشيطان عندما يحل من سجنه سيضل الأمم هيضل الأمم هو لا ويسبب الارتداد العام ويحاول لو أمكن أن يضل المختارين أيضا الكلام ده صفحة 120 إيه اللي حصل هنا فيه لخبطة حصلت هنا فيه فرق بين اللي هيعمله الشيطان لما يتحل وفيه فرق بين الضيقة العظيمة ضد المسيح والشيطان لما هيحاول يضل حتى المختارين هنخبط الدنيا ببعض يتحدث المؤلف عن حالة الكنايس وحالة الكنيسة في مصر بالزاد فيقول بصراحة فيه خلط غير عادي يعني فيه خلط في النبوات ما ذكره المؤلف عن حالة الارتداد التي تتم في أيام الوحش ملوش أي علاقة بحل الشيطان يعني الموضوع بسيط جدا الموضوع يضل العالم دي حاجة لعلاقة بعصر الوحش وعصر الوحش سابق للتقييد مش لاحق للتقييد وإحنا درسنا السياق ترتيب نبوات درسناها مع بعض المهم المؤلف شرح بوضوحه تفصيل أن حل الشيطان سينتج عنه الارتداد العام شرح بقى يعني بالتفصيل الذي يعني ظهور إنسان الخطيئة والوحش قال كده بالحرف طيب حاجة يعني هو كتب كده في الكتاب بتاعه أن الارتداد العام سيظهر معه إنسان الخطيئة والوحش لأنه هو المسبب في الارتداد طيب ما نرجع للنبوة بسفر رؤية القضاء على الوحش حصل قبل تقييد الشيطان وتقييد الشيطان قبل حل الشيطان فازاي نقول أن حل الشيطان هيظهر بسببه ضد المسيح الوحش الكتاب المقدس لم يقول هذا أبدا أن احنا كده بقينا نتعرض مع الكتاب في رؤية عشرين ولا في أي موضع آخر بل بالعكس الكتاب بيعلمنا أن تقييد الشيطان هيتم بعد القضاء النهائي على الوحش ضد المسيح على الوحشين وأنا هذكر حضراتكم لو أنتوش فاكرين ترتيب السبع أحداث بسرعة كده يعني هذكرها بسرعة يعني الوحش هيجي والرب هيجي يقبض على الوحش وعلى الناب الكذاب وهيرميهم الاتنين حيين في بحيرة النار والكبريت وبعدها مباشرة هينزل الملاك ويقبض على الشيطان ده اللي موجود في كلمة طلب ووضوح يقبض على الشيطان وبعد كده يقيده ويترحه في الهوية وبعد ألف سنة هيحله فهيطلع الشيطان زمانا يسيرا ويعمل مشاكل في العالم إيه اللي جاب الوحش اللي كنا خلصنا منه لما يحل الشيطان طبعا مستحيل طبعا يعني ما عرفش يعني الترتيب واضح جدا هحطه كده على الشاشة الضيقة العظيمة الارتداد نهاية الوحش تقييد الشيطان حبسه حل الشيطان حرب وقلق أخير مش الضيقة العظيمة والوحش كانت خلصت حديث كتاب اللهوت المقارنة عن نهضة الكليسة المسيحية في مصر بقى لأنه قدم بقى قال الكليسة المسيحية في مصر ده أكبر دليل على أن الشيطان مقيد وطبعا ده كلام ملوش دعوة بالكتاب المقدس يعني بلا شك يعني والأخطر أن التفاصيل والشرحات اللي بيذكورها الكتاب بتنقض بعد تعليم الكتاب المقدس يعني مثلا كتب ايه عودة أنا مش أناقش مصري يعني عشان حساسية كتب عودة كثير من البلاد الشيوعية الملحدة إلى الله وإلى الإيمان دليل على أن الشيطان مقيد كتب كده في صباحة 120 عودة عودة ملايين من الدول الشيوعية للإيمان هم ما كانوش مختفين عن الإيمان الكنيسة المؤسسة الدولة الدولة لكن الناس زي ما هم مفيش حد واللي ساب زي ما زال غاية دلوقتي ملحد زمان كان الشيوعي والنهاردة ملحد ده ما عادش ولا حاجة ولكن في الأخر خالص لا لا أستطيع أن أرى أن هذا دليل طيب أنا عايز أنا أناقش مع حضراتكم انهيار الشيوعية وما تعنيه كدليل ولكن ممكن أستأذن حضراتكم في فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل أشكركم على الفاصل ولكن طبعا عندي بس سؤال لو كانت انهيار الشيوعية وعودة الدول الشيوعية للإيمان ده دليل على إيه؟ إن التقييد الشيطان مقيد يبقى ساعة ما ظهرت الشيوعية قبلها مباشرة كان الشيطان مش مقيد يعني تقييد الشيطان ما تمش على الصليب تتم من مئة سنة مش كده ولا إيه؟ طيب نروح لحاجة تانية قال جملة كده قال أن الشيطان في حريته يجعل المؤمنين يرتدون الشيطان قال الشيطان دلوقتي مقيد لأنه لو كان مش مقيد هيجعل المؤمنين يرتدون كتابيا ولا عمليا هل هذا الكلام يتناسب مع حقيقة الإيمان المسيحي؟ من الصعب علي مناقشة هذه الجملة أو الرد عليها ولكن سأكتفي بأن أورد مجموعة من الحقاق الكتابية وحطها على الشاشة بس علشان أقدر يعني أتحكم في ما أقوله في يحنى عشرة تحدث رب يسوع عن المؤمنين عن الكنيسة قال له الكتاب يقول عنهم لو الشيطان في حريته هيرتدوا في يحنى عشرة قال عنهم إيه؟ قال الرب خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدك هو مين يا رب اللي هيخطف من يدك؟ الشيطان الشيطان يعني الشيطان لو هو حر يقدر يخطف خرافي الرب من يده؟ يعني دا دا دي الأصول تبقى أسس ما هو الإيمان المسيحي ومعنى أبونا تدرس يعوب وهو من رافض الملك الألفي لما جيه عندي الآية دي كتب أما هنا على أرض التعب والألم فقطيعه قطيع الرب محفوظ بالروح القدس لا يقدر العدو أن يمسه إنه يعرفهم تماما الرب يعرف قطيعه تماما ويعرف احتياجاتهم ويعرف مقاومة العدو لهم لكنهم ايه محفوظون فيه تفسير انجيل يوحنى صفحة 753 وحن نقدر نشكك في الكلام ده ابونا تدرس بيقول قطيع السيد المسيح هو هبة يتسلمها الابن من يد الآب ويبقى محفوظا في يد الابن كما في يد الآب اي محفوظ بالروح القدس صفحة 754 قديس غسينوس نفسه بيتمسك بنفس المبدأ اللي اعلنه الرب كنيسة الرب محفوظة من الشيطان لا يقدر الشيطان ان يقترب من الكنيسة او من المؤمنين ككيان ممكن يقرب من واحد بس لكن المؤمنين يرتدوا غسينوس كتب يقول ماذا يستطيع الزئب ان يفعل ماذا يمكن للسارق او اللص ان يفعله ليس احد من هذه الخراف يمسك بها الزئب او يسرقها الزارق او يزبحها لص حتى مش موافع على واحد كلام ده موجود بالحرف في تفسير انجيل يوحنة لخديس غسينوس اللي منشور في نايسين اند بوست نايسين فاذر الفيرست سيرس السلسلة الاولى فوليوم سبعة صفحة 343 اهو المصدر قدام حضراتكم حتى واحد فرد لأ عند غسينوس طب نكمل اللي قاله الرب يسوع في يوحنة عشرة قال ابي اعطاني اياها هو اعظم من الكل من ابليس يا رب يعني الاب السماو اعظم من ابليس اه طبعا اعظم من ابليس طب وبعدين لو هو اعظم لا يقدر احد ان يخطف من يد ابي مين ده الشيطان اللي لو كان حر هيخلي المؤمنين يرتدون مين ده انا طب طب ازاي ازاي القديس امبروسيوس وده قديس عظيم حلو جميل كده وهو بيعلق على الاية دي الاية دي بالتحديد يوحنة عشرة تسعة وعشرين قال الخرافة التي تسمع صوت المسيح لن يقدر احد صوت المسيح في الدعوة اللي هيسمعها هيجي يبقى خرافي لن يقدر احد ان يخطفها من الاب او من الابن او من الروح القدس التلاتة هيبقى ضده في كتاب الروح القدس الفقرة 114 كيف يمكن للشيطان مهما كانت قوته ان يخلي المؤمنين يرتدون عن الرب كيف يمكن انه في حريته يجعل المؤمنين اللي كتبه بالزاق عشان تبقوا فاكرين اللي مكتوب في كتاب اللوات المقارن الشيطان في حريته يجعل المؤمنين يرتدون لم يقرأ الكاتب قول الروح القدس في رسالة يحنى الاولى انتم من الله ايها الاولاد وقد غلبتموهم من هما دول الشياطين ليه مش عشان احنا عظم لان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم اخيرا لنتذكر الحق الكتاب المذكور في المذكور في رسالة رميا عن فشل عالم الشياطين في التأثير على المؤمنين الحقيقين في روح القدس يقول في رميا تمانية رميا تمانية بيقول اني متيقن انا متأكد انه لا موت ولا حياة ولا ملايكة ملايكة ايه هو الملايكة هيجوا خلونا نتد لا ملايكة شياطين ولا رؤساء زي ابليس ولا قوات زي لاجئون ولا امور حاضرة ايه الدنيا تتلغبط في العالم ولا مستقبلة يحصل لنا حاجة فوق مستقبل ولا علوم ولا عمق ولا خليقة اخرى ايه خليقة ايه هي الخليقة الاخرى اللي ممكن تخلينا نسيب الايمان الشياطين مفيش غيرهم تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع رمية تمانية رمية تمانية طبعا احنا حافظين هذا الكلام لكن عايزين بقى نحوله بدل من حالة لا ازاي ازاي الكلام ده بتقال هذا الكلام ما ينفعش يتقال طيب النظرية الاولى بتاعت تقييد الموظف المقيد ده 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 نظرية بتنهار زي ما احنا شفناها دلوقتي نروح بقى النظرية تانية اقل انتشارا واهمية موضوع طبع ابليس وسلطان ابليس كتب في كتاب الكتاكزم يعني يوجد في العهد الجديد شواهد كثيرة اتطم من نفسنا لا ان طبع ابليس قد قيد بل سلطان وهنبدأ بقى نجزق القص اللي تقيد الطبعا مش السلطان والنظرية اللي فاتت كانت تقيد بعض الوظائف مش كل الوظائف فلم يعد قادر ان يمارس على الانسان كل اللي يقدر يعمله وكتاب بتاع الملكة الالف سنب اللي طالع في سبورتنج اللي انا اشرت ليه كذا مرة وده مصدر التعليم بصراعي قال واضح من هذه الايات ان تقييد الشيطان بالصليب تم على الصليب لا يعني تقييد طبعه ولكن يعني تقييد سلطانه على الانسان يعني ايه يعني ايه تقييد طبع ولا تقييد سلطان الرب عندما يقيد يقيد الكاية بالكامل الكلام المكتوب في كتاب ملك الالف سنة في صفحة تسعة وعشرة والبيانات على الشاشة طبعا احد القساوسة الانجليين عجبوا هذا الكلام فنقلوا نقلوا واعاد بقى في كتاب اسمه نبوات ورؤة الجزء التاني قال كده المسيح قيد سلطان ابليس ولم يقيد طبيعة اهو نقل نقل بقى النظرية بقت نظرية وحد تاني كررها يعني كتاب ملك الالف سنة طلع الاول في اسكندرية بعد الكاتاكزم نقلها بعد كده جي كتاب نبوات ورؤة فرح نقل من الاتنين وتنتشر بقى نقسم الشيطان الى طبع وسلطان فهو تقيد على الصريب بس تقيد الطبع ولا السلطان وفي واحدة تانية شغالة طب لو السلطان تقيد الطبع يشتغل من غير سلطان ازاي وهل يمكن بيت ينقسم على ذاته زي ما الرب قال برضو في الكلام على الشيطان بينفعش ولكن هسأل سؤال منطقي هل للشيطان سلطان حاليا هم بيقولوا تم النظرية دي بتقول تم تقييد السلطان ده هم اللي بيقولوا الطبع لا ولكن السلطان تقيد من الخطر جدا ان يعلم احدهم ان الشيطان حاليا ليس له سلطان خطر يا اخوة او ان الرب قيد سلطان الشيطان ولم يقيد طبيعته خطر يا اخوة الكلام ده خطر خطر على الحياة الرؤية لنسأل انفسنا سؤال مهم هل للشيطان اي سلطان حاليا في عصر النعمة طبعا ليه وفيه ايات كتير جدا بتعلمنا ان الشيطان يتمتع حاليا بالسلطان بس احنا اقوى منه احنا ادانا سلطان اقوى يعني عشان حاديش فاهمني غلط ادانا احنا سلطان نسحق الشيطان ونسحق سلطان الشيطان لكن ما زال الشيطان دي سلطان هدي خمس ايات بسرعة الاية الاولى في دعوة شاول انا بتكلم دلوقتي على عصر النعمة دعية شاول في عصر النعمة ودعية كان يكون مبشرا وكرزا من اول لحظة دعا الرب من اول لحظة قال له كده انا عايز ابعتك للعالم مش قال له انا عايزك تؤمن بيا بس لا 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 ده على طول مفيش وقت فاعمال ستة وعشرين الرب قال لي شاول لاني لهذا ظهرت لك ليه ظهرتين لي يا رب كان ممكن تبعت لحد يبشان لا لان غير انك تيجي انا عايز ارسلك انتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك تروح تكرز للناس باللي حصلك طب وبعدين يا رب قال الرب تعبير قوي جدا لي شاول قال تنقذ منقذا اياك من الشعب ومن الامم الذين انا ارسلك اليهم لتفتح عيونهم تفتح عيونهم طب وبعدين يا رب كي يرجعوا خلي بقى لحضراتكم بقى عايز ايه 18 اعمال ستة وعشرين 18 الناس ده لازم ده في امتى ده في عصر النعمة بعد الصليب وبعد القيامة وبعد حلول الروح القدس وبعد كل حاجة قال له انا ابعتك عشان ترجع الناس من ظلمات الى نور هتقول لي طب ايه؟ طبعا في ظلام وفي نور ماشي ومن سلطان الشيطان الى الله اكسوسية الشيطان له سلطان قائم النهاردة بعد الصليب ومسؤوليتنا واحنا ماشيين وردعوة بوليس في الكرازة ان نساعد على فتح عيون الناس كي ينتقلوا من سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان بيه غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين ما انفعش اخلصهم غير لما تنقلهم لي من تحت سلطان ابليس الكتاب المقدس في العهد الجديد في اعمال 26-18 يعلمني ان الشيطان اليوم له كل السلطان وان مسؤوليتي كخادم وككنيسة وكراعي وكأسيس وككهن وكأسقف ان افتح عيون الناس علشان احررهم من سلطان الشيطان الى الله الى الله تيجي دلوقتي تقول لي ما فيش سلطان السلطان تقيد وانسيب الناس تحت لان انا لا نعترب من سلطان لابليس ما فيش حد تحت سلطان ابليس ايه الخطورة ده كلام خطر جدا لاهوتيا هتسمعوا لي حضراتكم ها مش بسرعة شوية عندي كلام كتير كان نفسي اقوله على كل ايام من تلك الايات لكن لازم نحب ان اعرف الايات ده هل الشيطان لي سلطان النهاردة ولا مالوش اتقيد في سلطانه سامة بيقول الكتاب اللي طلع من سبورتينج لا طبعا ابليس هو رئيس سلطان الهواء مكتوب كده في افاسوس 2 حسب رئيس سلطان الهواء الروح التي يعمل الان الان مش زمان يعمل الان في ابناء المعصية رئيس سلطان الهواء ده مش بس ليه سلطان ده هو رئيس السلطان رئيس سلطان الهواء في افاسوس 2 هروح الهواء الثالثة بسرعة سلطان الرب بيفوق سلطان ابليس تعليم كتاب ما انت بتقول لي مفيش سلطان الابليس لا فيه سلطان الابليس رسالة افاسوس بتقول ايه اذ اقامه من الاموات واجلسه في يمينه في السماويات فوق كل اجلسه بعد الصليب ولا قبل الصليب واجلسه فوق ايه بقى فوق كل رئيسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى شوفوا بص الكلام للخطير ده انا هرجع له في حلقة تانية ده ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل يعني فيه رياسة وسلطان اكسوسية وقوة وسيادة والرب ايه ديه الرب لم يقيد سلطان ابليس ويسيب طبعه لكن الرب ادانا نصرة هو انتصر على هذه السيادة وهو انتصر على هذا السلطان وادانا القوة ان ندوس هذا السلطان ده اللي حصل لكن تقول لي مفيش سلطان فيه طبع لكن مفيش سلطان ازاي بس ازاي واخضع كل شيء تحت قدمه طب الآية الرابعة ما عليش انا بمشي بسرعة الآية الرابعة سلطان الظلم موجود لان انا عايز اشوف النظرية التالتة كده بسرعة سلطان الظلم موجود والمؤمن بينتقل منه الى دائرة الملكوت في كلوسي واحد شاكرين الرقاب الذي اهلنا لشركة مراس القدسين في النور ده اي واحد من المؤمنين في العاد الجدي والكده يقول ايه الذي انقذنا من سلطان الظلمة ايه سلطان الظلمة سلطان ابليس هو فيه سلطان تاني غير سلطان ابليس بينقذنا منه رب وينقلنا الى ملكوت ابن محبته اه سلطان اذا فيه سلطان لابليس وكل انسان بيؤمن بينقذ من سلطان ابليس سلطان الظلمة وينقل الى ملكوت ابن المحبة اخر آية في المستقبل سيبتل الرب سلطان ابليس سلطان ابليس سيفضل موجود لغاية الملك الالفي اللي هي النهاية يقول كده في كورونسس الاولى صح 15 يقول وبعد ذلك النهاية النهاية مش دلوقتي متى سلم الملك لله الاب متى ابطل كل رئاسة وكل سلطان ايه ايه الرئاسات والسلطين اللي هيبطلها الشياطين طبعا فلو الشياطين ما عندهمش سلطان ما اللي هيبطل ايه الرب في النهاية في كورونسس الاولى 15 24 الاية السعبة طيب انا عندي كام ديها كده بسرعة حوالي خمس دقايق اهبص على النظرية التالتة والاخيرة وهي نظرية شعبية يعني ان الشيطان مربوط بزي الكلب كده والسلسلة طويلة شوية ميافة الامبغوريوس هو اللي روج هذه الفكرة من زمان ونشرها قال ان هم هحط اللي كتبوا على الشاشة بالكامل كأنه كائن مربوط بسلسلة يتحرك في حدود طول السلسلة يتحرك شماله وغربه وجنوب وفوق وتحت في حدود تلك السلسلة كلام ده موجود في اكتر من عندي حوالي اربع مصادر للامبغوريوس انا هحط لكم واحد بس اللي هي كتاب اللي هوت النظري صفحة 2428 هو شارح هذا الكلام بالتفصيل وبيشرحه في موادع تانية كتير جدا بيقول مثل كلب مثل كلب مقيد بسلسلة يمشي زي ما هو عاد ينبح عليك لكن ما يدرش يعدك لانه مربوط بسلسلة في صفحة 450 طبعا بعض المعلمين البرستانت عجبتهم الفكرة وفكرة شعبية الناس بتتبصدها بتحبها فكرروها نلاقي مثلا كتاب نبوات ورؤة الجزء التاني نقالها في صفحة 157 الصورة صورة ابليس مربوط زي اسد او كلب تكون حريته بقدر ما تعطيه السلسلة شفتوا بقى الافكار هتبدأ ده يطلع نظرية وتتنقل وتتنقل وقد سبق ودرسنا فكرة التقييد كتابيا وقلنا انها تفيد فقد القدرة بالكامل على الحركة هذا ضد وهو الانسان الاعقد كان بيتهتها لا كانش بتكلم خالص وده الشيطان اللي كان رابط لسانه يجي الرب علشان يربط الشيطان يقدر الشيطان يتحرك يمين وشمل وبحر وقبل وشرق وغرب وفوق وتحت وطبعا القضية الاساسية اللي بتشغل تفكيري وانا يعني مهموم بيها هو من اين نأتي بهذه التعليم ده قضية مهمة جدا من اين نأتي بهذه التعليم ليس لها تعليم كتابي خالف يعني هنا هنا في خطر ناس بيعلموا حاجة هم اخترعوها هم اخترعوها علشان خطر يروجوا بيها حاجة على فكرة رغم ان انا بقول ان دي النظرية الشعبية ويعني ما تستهلش ترد عليها لكن هي اشهر نظرية موجودة في العزاط والناس بتفهمها بسهولة اه شيطان مقيد ازاي ده بيحاربنا ما عامل زي الكلب كده بس انت متقربش منه مش يعملك حاجة ده خطر جدا لان الشيطان يهاجم دون ان اقترب منه الشيطان يهاجم دون ان اقترب منه يمكن في الحلقة قادمة هشرح النقطة دي لان لازم تتشرح كتابيا تتشرح كتابيا وبعدين موضوع يطلع فوق وينزل تحت برضو دي بتقلق شوية لان يطلع فوق يروح فين وهنا بقى هنبدأ انا اعتقد ان احنا لازم لان عندي اسئلة جاتلي عن النقطة دي احاول اشير الى تلك الاسئلة بالتحديد لكن النظرية انا ما تستهلش اكتر من كده رغم ان كرروها ناس كتير لكن هي ما تستهلش اكتر من كده عشان يترد عليها الشيطان بيتمتع بكل سلطانه حاليا ولكن المؤمنين لهم سلطان يفوق الشيطان واعطي سلطان خاص انهم يسحقوا الشيطان تحت اقدامهم كل الحياة والعقار دي الحق الكتابي وسيظل هذا الوضع الى النهاية عندما يقيد الرب الشيطان قبيل الملك الالفي مش عشان قاطر المؤمنين المؤمنين اتدربوا خلاص ويقدروا ينسفوه في اي وقت ما احنا عايشين زي الفل والكنيسة عايشة وبتكبر حاليا انا هون ولكن من اجل الامم وليس من اجل المؤمنين اشكركم جدا ولو تأنع علينا الرب ومجيش اراكم في الحلقة القادمة من برنامج اقوال النبوة شكرا ليكم واترككم بكل بركة